اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي يشمل إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد أربعمائة مائتين وعشرين كيلوفولت ومدي كابلات أرضية بالجهد ذاته لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة مائتين وعشرين كيلوفولت وبهذه المناسبة قدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة على دعمها الكبير واللا محدود لمسيرة العمل التنموي في المملكة مشيدا بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين منوها بالدور الذي يقوم به الصندوق في دعم مختلف عمليات التنمية الاقتصادية في الدول العربية من جانبه قال سعدة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون الكهرباء والماء إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين والتي تسهم في تطوير الشبكات الأساسية للكهرباء على أكمل وجه وهو الأمر الذي يحقق رؤية الحكومة الموقرة للكهرباء والماء على المدى الطويل بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين لا سيما في الاقتصاد المستدام وتأمين موارد الكهرباء والماء كجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة ولفت سعدته إلى أن المشروع سيحقق رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في شبكة نقل الكهرباء إضافة إلى أن المشروع يسهم في تسهيل عملية تبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية